بنتكلم على ميكرو تياترو الأول معنى الاسم إيه؟ ميكرو إن أنت بتاخذي حاجة صغير تصغير فهي الحكاية إن سنة 2009 أسبانيا بدأت نوع من تصغير الفن المسرحي فبقى 15 دقيقة في 15 متر 15 متر متفرج تقريباً فيه ناس بيخلوها 20 ناس يخلوها 22 في الحدود دي إنما في النهاية هي تصغير لكل المنتج حتى على مستوى النص النص بقى يبدأ من الأزمة مفيش بقى الرحرحة بتاعت زمان ومفيش الفرشة الأولانية المقدمة الأولانية ومن اللي في البيت لا لا البيز علامة على الهانم والهانم قاعدة في القضاء قفلة على المساعدة مفيش كلام ده خلاص التمثيل هنا رائع على فكرة أنا مستمتع والله ايوة مفيش مقدمة كبيرة للموضوع بندخل في الأزمة على طول زي ما حرزت يعني الطبيعي إن دايماً بقى فيه تعريف بالشخصيات بعد كده بنخش في السراع بعد كده بنخش في أزمة وبعد كده بنخش في حل ده البنط طبيعي لأي نص درامي فكل ده تلغى بقى الأزمة الحل وهو بيش بقى الحل هو بقى نقطة تحول لدى الشخصيات للفتة نظر الجمهور للإحساس بالمشكلة المطروحة فبقت الأمور يعني نقول عليها أكثر عصرية أكثر استجابة شبه اللحظة اللي احنا عايشينها إن كنت بتختار المينيو بتاعك علشان خاطر تتفرجي على أي حاجة على اليوتيوب المينيو بتاعك تخش السينما تلاقي مواعيد الأفلام مش عارفة إيه فأصبح المسرح كده كمان تخش المسرح تلاقي شاشة عليها المواعيد كل عرض بتكرر من خمس لست مرات فأصبحت الحكاية في اليوم آه فبالنسبة للممثل أو الفنانين هما بيقدموا في النهاية لو جامعتهم هو عرض ساعة ونص أو ساعتين إنما في الواقع هو كل متفرج بياخد المساحة بتاعته اللي هي الربع ساعة طب سؤال تاني هل قبل أن أدخل في تفاصيل الملتقة يعني هل زي ما أنا بقدر أبص على الشاشة وأختار المواعيد اللي حشوف فيها العرض المسرحي هل أقدر كما نختار نوعية العرض إيه يعني بقدامي العروض الكتيرة وأنا أختار منها بالضبط كده هو عادة الميكرو تياترو بيبقى عبارة عن مجموعة صلات كل صالة في حدود 20 متر 25 متر عندك الشاشة صالة 1 صالة 2 صالة 3 صالة 4 صالة 5 بتنقي كل أي نوع عرض أنت عايزاه عادة بيحاولوا أن هم يشتغلوا على تيمة محددة يعني مثلا بنشتغل على تيمة الفلوس فتبقي أنت عارفة أن هنا في عرض استعراضي عن الفلوس وهنا في عرض الكوميدي وهنا في عرض ميلو دراما وهنا في عرض برفورمانس أرض فأنت بتخشي بتشتغلي وعين بتخرجي بتفرجتي عن ربع ساعة دي وخرجتي كنت في قوضة كامل كنت في قوضة خمسة كان إيه لعندك لأ عرض فضيع عرض فبنبتدي وإحنا في الكافيتيريا بنعمل غصب عندنا حالة إعادة قراءة للعرض اللي شفناه وفي نفس الوقت دعاية لما يوجد في الصلاة الأخرى فهي حالة تفاعلية كما لو أنك مثلا بتروح يوم مصرحي تتفرجي وتنقشي قضية بس بوجهات نظر مختلفة لمبدعين مختلفين الله لا بحقيقة حضرتك البريزنتيشن اللي عملتي عن الموضوع شوقتنا جدا إن احنا نحضر لإنه زي محرك قلت في الأول يا دكتور الإقاع الحياة نفسه بقى سريع ناس كتيرة دلوقتي تحب المصرح قوي والتفاعل مباشر مع الفنان بس ما عندهاش رفاهية الوقت إنها تقعد 4 و 3 و 4 و 5 ساعات في عرض مصرحي فهي عايزة تشوف على طول الموضوع إيه وتشوف أكتر من حاجة في وقت واحد كمان مساحة التركيز عندنا مساحة التركيز عندنا بقت مبرمجة على الأدوات اللي بناخدها يعني شوف يا كده حالة متوسط المشاهدات مثلا عن يوتيوب لو لقيت حاجات مثلا ربع ساعة أو عشرين دقيقة هتلاقي المشاهدات للمتخصصين قوي اللي عايزين يشوفوا إنما الحاجات الدقيقة ديقتين التلات دقايق وكمان تلاقي لو شفتي ناسا بالمشاهدة هتلاقي الناس تابعه مش عارفة عشرين ثانية تلاتة وعشرين ثانية فإحنا بقنا في زمن إحنا نفسنا بقنا بنجري في كل حاجة فأصبح سن تعام فالمسرح كمان بقى أصبح خد هذا الروح طبعا مش بينفي الشكل التقليدي على الإطلاق يعني الشكل التقليدي والشكل الكلاسيكي للمسرح موجود والشابه ليه كل الاحترام ولكن جنب ده فيه أنواع تانية كتير بتطلع أكثر سرعة وأكثر يعني اليوم واجبة اليوم واجبة اليوم طيب الفعاليات الملتقى الثالث ده الملتقى الثالث ليه ميكرو تياترو عبارة عن إيه وإيه اللي حيتقدم بالزبط وهو مستمر الغد 13 نحجز إزاي ونروح فين وإيه الفرق ما بين القاهرة واسكندرية ولا دي اتنين بيقدموا حاجة واحدة إحنا طبعا العروض مجانية لإن إحنا يعني بنعمل تعاون مع سفرة أسبانيا ومعادة سيرفانتس وزارة الثقافة المهرجان تحت رعاية معالي الوزيرة وإشراف دكتورة غادة رئيس الأكاديمية الحكاية إن إحنا متبنيين نوع جديد علشان نعمل إعادة وإثراء للحالة المسرحية بإن كنت دايما بتغزي دماء جديدة بأفكار جديدة بتبقى مواقبة يعني هو ظهر في 2009 2016 كنا بنشتغل عليه كنا بنبتدي نحاول إن إحنا نعرف الناس به 2020 كان عندنا الملتقى الأول الملتقى الأول كان أعمال مترجمة بس لعرض النمازج عشان الفنانين يشوفوها 2021 ابتدينا إن إحنا نعمل عروض مؤلفة على غرار العروض السنة دي بقى عندنا ثلاث مسابقات مسابقة مصوص ومسابقة عروض وكمان عروض مترجمة كنمازج للفعاليات في أسبانيا وبالتالي اللي بيخش الملتقى هو عنده ثلاث وحدات طبعا ده غير الورش اللي هي أونلاين مع الناس المحترفة ميكرو تياترو سواء على مستوى النص أو على مستوى الإخراج أو على مستوى السينغرافية على كل المستويات بنحاول نغطيها بالإضافة كمان إن إحنا بنحاول إن إحنا نعمل نوع من أنواع التعارف على المؤسسات اللي شغالة يعني مثلا السنة دي معانا مثلا ترجمنا عشر نصوص لمسابقة كارلو دي باكو دي برشلونا إن هي مسابقة بس في نصوص الخمس ورقات ده شرطها الوحيد النص يبقى خمس ورقات فقط لغير الجزء الثاني مع جمعية المؤلفين والمؤلفات في أسبانيا إنه هو دون مجموعة نصوص ترجمنا منهم أربعتشر نص اللي هم مرشحينهم للترجمة بناءً على إيه لأربعتشر؟ ليه اخترتوا الأربعتشر؟ هم اللي اختاروا هم اللي اختاروا لأنه دائماً أبداً أنا حريصاً يبقى في نمازج هم من وجهة نظرهم من دي الأفضل طبعاً الملتقى من المرة اللي فاتت كان ابتدينا إن إحنا النصوص الفايزة أو العروض الفايزة ساعتها إحنا السناجي حيبقى النصوص السنة اللي فاتت كالعروض يتم ترجمتها للأسبانية وتقدمها قراءة مصرحية السنة اللي فاتت قدمنا في مدريد وفي كولومبيا وأنت بالتالي بتخرجي بمؤلفينك ومبدعينك للساحة الدولية فأصبحت المسألة فيها نوع من أنواع التبادل أنا مش بس بترجملك وبتعرف عليك لا أنت كمان بتتعرف عليك وبتشوف مبدعيني بيشتغل إزاي وانا جايلك بمبدعيني وفناني بالزبط كده فأصبح فيه نوع من أنواع الأخذ والعطى التحاور الفني والتحاور الثقافي المطلوب اللي إحنا مفترض نعيشه يعني إحنا في عصر العولمة مفروض إن إحنا نكون متواجدين ومتواجدين بشكل مساوي يعني وموازي إنك أنت بقدم لك اللي عندي وباخد منك اللي عندك وبالتالي حالة المسج دي هتعمل أكيد منتج مختلف